عايز أتكلم معاك على ما نستطيع وصفه من داخل أدب المقاومة إلى شعر المقاومة احنا شفنا شعر أو شعراء مقاومة كتير لكن يجي سؤال هل اختفى ما قد نطلق عليه شعر المقاومة؟ ما بقاش موجود ومش بتكلم على إنه أين شعر المقاومة من 7 أكتوبر أنا بتكلم على مرحلة طويلة ماضية في البداية الأول يعني احنا بعيد على كل الناس وعلى أصدقائنا الفلسطينيين اللي بيقاوموا بجد طبعا وأهلنا في فلسطين ويعني في موجة الحر ديت في الوحشية الإسرائيلية ديت قلوبنا معاكم ويا رب السنة الجاية نبقى على جبل عرفات برضو دي الدنيا الطرق ماشية والحياة ماشية بإذن الله يعني أدب المقاومة موجود في كل ثقافات العالم يعني مش عندنا في العرب بس طبعا بس احنا في الثقافة العربية حصلت مشكلة كبيرة شرخ كبير فيه بنية الشعر العربي تسببت فيها حرب الخليجي الأولى اللي هي الاستدعاء الأمريكان لضرب العراق كانوا رموز المقاومة شعر المقاومة في الزمن ده اللي قبليها يعني في الثمانينات وسبعينات من الشعراء العظام محمود درويش وأنا كنت محظوظ أن أعرفته عن قرب نظار قباني أسماء كبيرة كانت عنوين للمقاومة بمعناها يعني رغم أن هي مقاومة آنية لمحتل لمستبد لاحتلال إنجليزي ده موجود طول التاريخ يعني بس هؤلاء القصيدة بتاعتهم بقت عجزة عن الكلام عننا كعرب إن احنا جمدين قوي لأن كل شعرنا العربي إن احنا قوتنا إن احنا بنقهر المستعمر بنقهر بنعمل يعني إيه كده فأنت كنت تشوف قبل يناير 91 كان يجي واحد زي محمود درويش القاهرة كنت تشوف كمية بشر جايين من كل أقالين بعض عشان القضية الفلسطينية وعشان محمود درويش شعر عظيمة كمان يعني مش ما هوش شعر بلاغي لا يعني ونزال قباني وخال عبر رحمان الأبنود يعني إيه وسمح القصم وغسام كنافاني وغسام كنافاني وابراهيم طقان يعني أسماء كبيرة يعني لها يعني لها باع طويل في الشعر اللي هو في جانب منه تحريضي يعني وبعدين أنا بقلق من حاجات ممكن واحد بيكلمني في قضية كبيرة بطريقة فنية ضعيفة فبحثني ده بيضر القضية يعني أنت تقدر تكتب قصيدة جميلة قصيدة حب جميلة قصيدة دينية جميلة قصيدة غازل جميلة أنا في رأيي أن ده إيجابية للناس أكتر من قصيدة سياسية ركيكة مش عشان أنه هو ضد مستعمر ضد احتلال ضد ومكتوبة وحش فده يعني إيه يعني مش هتبقى مفيدة للقضية لو الشعر أو المغني برضو شعر المقاومة ده مش يجنبه أصوات بتردده زي مرسل خليفة أحمد عبورز يعني فيه أسماء كتيرة عدل فخري في مصر شباب كتيرة من أصدقائنا اللي إحنا كنا بنشوفهم في حزب التجمع وفي الأمسيات وعجال زي كده دول كويسين بس هم راحين لقضية مش راحين لفن الشعر مش راحين لفن الموسيقى فأنا في رأيي إن بقت الشعر الجديد بقى أو الشعر اللي فيه ما بعد شفنا اللي كان بيجي لهم عشرات الألاف أو ألاف بيجي لهم في معرض الكتاب أو في حزب أو في جمعة كده بعد هذه الوقع بعد هزيمة المشروع القومي دي دي يعني كان للتحذف في نفس التوقيت المشروع القومي هتبرر زي إنك موافق إن الدبابات الأمريكية تتبح بلد عربي أنت ضد صدام حسين وضد اللي عملوا مع الكويت لأن الكويت ما كانوش يستهلوا كده بس برضو مش معها إنك يعني مش إن أنا أستدعي الأجانب أيوة ترحب ومن ساعتها ما خرجوش ما هو من ساعتها جموا برا كموا قاعدوا جنب حقول النفط فالشارع دول شفناهم بعد كده ما عادش حد بيروح له بقات القاعد فاضية ممتلئة بس مش بالزخم ده مش هصدق حد بيكلمني بالنبرة دي تاني يعني النبرة دي كانت تنفي يعني هقولك مثلا وقعة شهيرة في يعني ناكست يونيو يعني أو هزيمة يونيو إحنا كانت كل الأغاني الوطنية اللي قبل كده إحنا حنعمل في الاستعمار وحنعمل أنا بحب عبد الناصر على فكرة مش 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 وشايف إنه من أعظم الحاجات اللي حصلت في تاريخنا بس يعني في مفارقة إن طول الوقت إحنا حنعمل الأغاني اللي ياها دي وصولة اللي عدى النهار يعني لا قبل كده قبل ما عدى النهار تتعامل إنت قبل كده الإزاعة حصلت النكسة هتشغل في الإزاعة أغانيين فملاقوش غير أغنية كان عاملها محمد فوزي قبل النكسة بسنة هو توفى سنة ستة وستين اللي هي بلدي أحببتك يا بلدي دي شالت الإزاعة مع القرآن الكريم طول النكسة وأغنية عزبة فمهياش وطنية يعني بالمعنى الحماسي بس لحن جاب يعني القلب وأقول غاية دلوقت أنا كل ما بسمع الأغنية دي بحس بحالة شجن مش فكرة إن هي أغنية وطنية بس فيها عطفي وحنان وإحساس بقيمة مصر كمان يعني ولحن جميل ومحمد فوزي يعني عبقري فاللي بيحصل يعني إن في حاجة كبيرة أو شرخ كبير حصل لفكرة البلاغة العربية بمعناها القديم يتحل زي أنا ما عنديش اقتراحات بس فيه أشكال للمقاومة في الكتابة السردية في شعر التفعيلة في شعر النسر فيه حاجات جميلة وده أي حد بيكتب شعر دلوقتي أو بيعمل بيقاوم يعني دي مقاومة في حد ذاتها في المناخ ده إن حد لسه بيمتان في فعل الكتابة وبيعبر عن نفسه وبيعبر عن مجتمعه وبيعبر عن جيله ده مقاوم عظيم في مناخ الناس يعني فيه تفاوت مرعب في الدخول فيه مفيش عدالة في مناطق كتير في الوظائف يعني إن واحد يعارف إن هذه المهن ما هيش مربحة بس اختارها صح فده ده رسمال بلدنا يعني الناس دي بتعمل حاجة وبتكبر وأجيال بتتوالى وفيه ده أنا شايف إن الكتابة والإبداع فيها لمقاومة في المناخ ده ترجمة نانسي قنقر